موسيقى الرئيس السيسي يقوم بزيارة تفقدية لمقر أكاديمية الشرطة ويحضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات القدد موسيقى روسيا تحذر من انتقال الصراع مع الغرب إلى الفضاء مع استمرار دعمه لأوكرانيا وتجاهل تحذيرات موسكو موسيقى تأثيرات وضع الغرب سقف أسعار النفط الروسي على الأسواق موسيقى العشرة صباحا الثامنة بتوقيت جرينيتشن نشرة إغبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة أهلا بحضراتكم قام الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم بزيارة تفقدية لمقر أكاديمية الشرطة كما حضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات القدد المتقدمين للالتحق بالأكاديمية وأضف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أوصى الطلبة والطالبات المتقدمين بأن يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر باعتبارهم جزءا أصيلا من شبابها تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح لاكتياز مرحلة الاختبارات لينالوا شرفا للتحاق بوزارته الداخلية اشتركوا في القناة اكد رئيس لجنة مجلس الدومة للشؤون الدولية ليونيد سلوتايسكي أن ضلوع الغربي في الأزمة الأوكرانية وتجوه له لتحذيرات روسيا قد يؤدي إلى انتقال المواجهة العسكرية إلى الفضاء وقال سلوتايسكي أن الأقمار الصنعية التجارية المدنية التي تنفذ مهام قتالية بحتة يمكن أن تصبح أيضا أهدافا مشروعة لتدميرها وأشار إلى أن استخدام الغرب للأقمار الصنعية لنقل البيانات إلى القوات الأوكرانية ينتهك الاتفاقيات الدولية حول سلمية الفضاء اعتبرت فيكتوريا نانالد وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية أن موسكو غير صادقة بشأن محادثات السلام مع أوكرانيا حاليا وخلال زيارتها إلى كييف لإظهار الدعم قالت نولاند أن الدبلوماسية هدف الجميع لكن يجب أن يكون هناك شريك لديه إرادة أكد رئيس البلاروسي أليكساندر لوكاشينكو أن الجنود الروس والبلاروس يتضربون كجيش واحد لحماية الأمن الإقليمي للبلدين وخلال لقائه وزير الدفاع الروسي سيرجيش ويغو في العاصمة مانسك أعرب لوكاشينكو عن اعتقده بأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لن تنتهي طالما اتخذ الغرب خيارات تدفع إلى استمرارها وخلال اللقاء ناقش الجانبان التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين لضمان أمن المنطقة أعلن مسؤولون في منطقة تاخرسون بجنوب أوكرانيا أنهم سيساعدون المواطنين على إخلاء أجزاء من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا على الضفة الشرقية لنهر دينيبرو وسط مخوف من اجتداد القتال خشية احتدام المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية وسقوط المزيد من الضحايا المدنيين أعلن مسؤولون في منطقة تاخرسون أنهم سيساعدون المواطنين على إخلاء أجزاء من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا على الضفة الشرقية لنهر دينيبرو وبحسب الحاكم المحلي لخيرسون فقد رفعت سلطات المنطقة بشكل مؤقت الحذر المفروض على العبور على أن يتم السماح للأوكرانيين الذين يعيشون في القرى على الجانب الآخر من نهر دينيبرو باكتيازه خلال ساعات النهار وإلى نقطة محددة يأتي هذا بعد أيام من إعلان أوكرانيا أن روسيا قامت بسحب بعض من قواتها المتمركزة على الضفة الشرقية لنهر دينيبرو ما أثار المخاوف من احتمال شن هجوم مكثف على الجانب الأوكراني ومنذ انسحاب القوات الروسية من مدينة خرسون الشهر الماضي أصبحت المنطقة هي الجبهة الرئيسة للنزاع المسلح في الجنوب بين قوات الجيشين الروسي والأوكراني وكانت القوات الروسية قد انسحبت من خرسون في الحادي عشر من نوفمبر الماضي وهو ما اعتبرته أوكرانيا انتصاراً جديداً في المعارك الدائرة مع روسيا إلا أن موسكو ما زالت تسيطر على باقي المنطقة على الضفة الشرقية للنهر وتتهم كييف بين الحين والآخر بقصف المدينة والأحياء السكنية بمئات الضربات الصاروخية قالت وزارة الدفاع البريطانية إنه من غير المرجح أن تحقق روسيا نجاحات كبيرة خلال الأشهر المقبلة في أوكرانيا واضفت الدفاع البريطانية أن روسيا لن تستطيع تحقيق تقدم في المعارك المسلحة بأوكرانيا على المدى القريب أكد وزير الخارجية الفنلندي أن التهديدات النوية التي تلوح بها روسيا وراء قرار بلاده لانضمام إلى حلف الشمال الأطلسية النيتو وأوضح الوزير الفنلندي أن العملية الروسية في أوكرانيا رفعت مستويات التأهب الأمني في أوروبا مضيفا أن التهديدات النوية لموسكو دفعت فنلندا التي تشترك في حدود طولها حوالي 1300 كم مع روسيا إلى التفكير في كيفية الرد من أين تحصل على الدعم إذا تعرضت لمثل هذا الأمر ومع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تتصابق القوى العالمية الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين في التسلح لإظهار القوى في ظل احتمالية اندلاع مواجهات عسكرية وسط عالم مضطرب المزيد مع العرض التالي والزميل محمود السعيد أهلا بكم وسط أجواء من عدم التفاهم بين روسيا والغرب تظهر نظر للسباق التسلح العالمي العمود الفقري للولايات المتحدة وروسيا إلى جانب الصين وفي جديد هذا السباق كشفت الولايات المتحدة عن قادفتها الاستراتيجية الشبح الجديدة بـ 21 والتي أكد البنتاجون أنها ستشكل العمود الفقري لقوة الولايات المتحدة القادفة في المستقبل وذلك بفضل نطاقها وقدرتها وقواتها تعضي بـ 21 جزءا من جهود البنتاجون للتحديث للثالوث النووي والذي يتضمن سواريخ باليستية النووية تطلق من الصوامع ورؤوسا حربية تطلق من الغواصات حيث تتحول من حملات مكافحة الإرهاب في العقود الأخيرة لتلبية التحديث العسكري السريع لروسيا والصين أشار البنتاجون إلى النبي 21 يمكنها استعاب التطورات التكنولوجية المستقبلية وتتمتع بقدرات الطائرة الشبح التي تقلل من إمكانية اكتشافها كما يمكن تشغيلها بدون طاقة وتستطيع تنفيذ ضربات نووية وبأسلحة تقليدية بعيدة المدى في المقابل أعلنت القوات الجوية الروسية أنها اختبرت بنجاح منظومة دفاعية جديدة مضادة للصواريخ والأهداف الجوية في حقل اختباري في كازاخستان كما أعلنت موسكو أن الصاروخ الباليستي العابر للقراد سارمات يجري تحضيره لاختبارات جديدة وهو الصاروخ الذي تؤكد موسكو أنه يحظى بمواصفات فريدة تمكنه من اختراق كل منظومات الدفاع الصاروخي على أن يدخل الخدمة بنهاية العام الجاري إلى جانب روسيا تظهر الصين كلاعب مهم في السباق التسلح حيث يرى البنتاجون أن بكين في طريقها لامتلاك 1500 سلاح نووي بحلول عام 2035 كما أن مكاسبها في مجال تفوق سرعات الصوت والحرب الإلكترونية وقدرات الفضاء تمثل التحدي الأكثر أهمية ومنهجية للأمن القومي للولايات المتحدة مشاهدين الكرام كان هذا عرضا لملامح سباق تسلح عالمي تظهر بوادره في الأفق شكرا لحضراتكم لطيب المتابعة اتهم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستون روسيا بأنها تستهدف المدنيين عمدا في أوكرانيا وخلال منتدى ريجان للدفاع الوطني قال أوستون أن روسيا تضع المدنيين والأهداف المدنية في مرماني عنها ما يخلف قتل من الأطفال وتدمير للمدارس والمستشفيات اشتركوا في القناة انتقد رئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي وضع صقف لسعر برميل النفط الروسي ب60 دولار بعد اتفاق دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع واستراليا معتبرا أنه ليس قرارا جديا بعدما اقترحت كييف سعرا أدنى بمرتين وقال زيلنسكي أن القرار لا يشكل أي عبء على الموازنة الروسية وينهز سعر برميل الخام الروسي 65 دولار أي ما يفوق السقف الأوروبي بقليل الأمر الذي يعني تأثيرا محدودا على المدى القصير لا تزال تداعيات قرار للتحاد الأوروبي وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي بواقع 60 دولارا للبرميل تواجه أصداء كبيرة على الصعيد العالمي في خطوة قد يكون لها تأثير كبير على أسواق الطاقة المزيد في العرض التالي ومحمود السعيد أهلا بكم بعد أشهر طويلة من حجر الصفوف وتجاوز خلافات في أراء الدول الأعضاء بالانتحاد الأوروبي تمكن التكتل من التوصل إلى فرض صقف سعري للنفط الروسي عند حد 60 دولارا للبرميل في مسعى من بروكسل لاستهداف اقتصادي موسكو أول رد فعل روسي من روسيا جاء على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكريملت والذي أكد رفض بلاده لفرض صقف سعري لأسعار النفط مشيرا إلى أن موسكو سوف تتخذ الإجراءات المناسبة للرد على هذه الخطوة وفي العديد من تصريحات المسؤولين الروس استبقت موسكو هذا القرار بإعلانها عن عدة خطوات مضادة سيتم اتخاذها ردا على فرض صقف سعري لأسعار النفط الروسي من بينها تقييد إمدادات الغاز المتجهة إلى غرب أوروبا وربما التوقف التام عن بيع النفط إضافة إلى خفض كبير في الإنتاج كانت بولندا هي العقبة الأخيرة أمام دول الاتحاد الأوروبي في مسعاها لتمليل الاتفاق حيث كانت تضغط وارسو من أجل وضع سعر أقل للبرميل بنحو 30 دولارا للبرميل لكنها عادت لسحب اعتراضها مع الحصول على موافقة بولندا انضمت دول التكتل إلى حلفائها في مجموعة السبع خاصة للولايات المتحدة وبريطانيا إضافة إلى استراليا التي أكدت موافقتها في وقت سابق على فرض صقف سعري لشراء النفط الروسي المنقول بحرا بـ 60 دولارا للبرميل تقول دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وحلفاؤها إن قرار فرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي سيمنع عن موسكو عوائد اقتصادية قد تستخدمها لتمويل العملية العسكرية في أوكرانيا إلا أن البعض يشككون من وجود أي تأثير للقرار على الجانب الروسي وأنه قد يؤدي إلى زيادة أسعار النفط عالميا حيث قد تتجه روسيا لفتح أسواق جديدة لمشترين آخرين لنفطها في السوق الأسيوي مشاهدين الكرام كان هذا عرضا للقرار الأوروبي بفرض صقف سعري لأسعار النفط الروسي ورد الفعل من جانب موسكو شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة يعقد تحالف أوبيك بلاس اجتماعا اليوم للبت ما بين خفض حصص الإنتاج من جديد أو الإبقاء على الوضع القائم في ظل الظروف دقيقة تشهد تراجع أسعار النفط ودهول عقوبات جديدة ضد روسيا حيث التنفيذ يأتي هذا في وقت كان قد أعلنت فيه مصادر في أوبيك بلاس أن المجموعة ستلتزم على الأرجح بهدف إنتاجها النفطي الحالي على الرغم من قول البعض أن خفضا إضافيا للإنتاج ليس مستبعدا تماما نظرا للقلق بشأن النمو الاقتصادية والطلب دع المفاوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية تيري بروتون إلى إنشاء صندوق سيدي أوروبي لدعم المشاريع الصناعية ومواجهة قانون خفض التدخم الأمريكي وعشر بروتون إلى أن شروط الدين المختلفة بحسب الدول مؤكدا أنه يبغي على الأرجح التفكير في تمويل يبلغ نحو 2% من الناتج الإجمالي الداخلي للاتحاد الأوروبي أي نحو 350 مليار يورو وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه منذ أشهر عدة حيال تدعيات خطة قانون خفض التدخم والمخصصة للمناخ وتبلغ قيمتها 420 مليار دولار اشتركوا في القناة قالت صحيفة فينانشال تايمز البريطانية إن المتداولين في سوق السندات الحكومية الأمريكية يتوقعون أن يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة في الربع الأخير من عام 2023 رغم اعتراض رئيس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول وغيره من كبار المسؤولين بأن البنك المركزي لن يعكس مصاره بشأن خطته للحفاظ على ارتفاع تكاليف الإقراض حتى مع ابطاء وطيرة زيادة أسعار الفائدة ونقلت صحيفة البريطانية عن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جونو إليامز قوله إنه لن يتم البدء في خفض أسعار الفائدة حتى عام 2024 نقلت صحيفة ذا سان البريطانية عن توقعات مؤسسة شركة سيرايت موف للعقارات في بريطانيا هاري هيل أن يضطر البريطانيون إلى دفع مبلغ إضافي يتجاوذ ثلاثة آلاف جنيه سترلينية على قرودهم العقارية مع دخول البلاد في ركود عميق موضحا أن الركود قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري من ألف جنيه سترليني إلى ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه سترليني شهريا وضف هيل أن المقتردين في مناطق الطبقة العاملة هم من سيتأثرون بشدة بالركود العميق مؤكدا أن هؤلاء الناس سيكونون أقل فراء في غضون عشرة إلى خمسة عشر شهرا مقبلة وهو ما سيؤثر في أي سوق داخل بريطانيا شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على غزتها بينما تجدد إطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه المستوطنات القريبة واستهدفت الطائرات الإسرائيلية عدة مواقع في خان يونس ورفح جنوبي القطاع في الوقت الذي تم فيه إطلاق الصاروخين على الأقل من قطاع غزتها باتجاه المستوطنات وأفادت وسائل آلام إسرائيلية بسماء دوي صفارات الإنذار بالقرب من مستوطنة نحال أوز أعلنت المزيد من المدن الصينية تخفيف القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا إذا تحاول الصين جعل سياسة سفر كوفيد أكثر دقة في استهداف بؤر التفشي وأقل إزعاجا بعد احتجاجات غير مألوفة على القيود الأسبوع الماضي وقالت السلطات أن أوروميتشي عاصمة إقليم شيانجا حيث انطلق أول الاحتجاجات ستعيد فتح ملاكز على التسوق والأسواق والمطاعم وغيرها من الأماكن اعتبارا من غد الاثنين بعد عمليات إغلاق صارمة استمرت شهور فقرت لجنة الصحة الوطنية أن الصين سجلت 31.824 إصابة جديدة بالفيروس كورونا وتم تسجيل حالتي وفا جديدتين لترتفع الحصيرة الإجمالية للوفيات إلى 5.235 وتشهد الحالات تراجعا جزئيا بسبب قلة عدد الأشخاص الذين يخضعون الاختبارات وذلك نتيجة تخفيف القيود وقلة الاختبارات الجمعية وتخفيف متطلبات الاختبارات أعلنت وكالة الفضاء الصينية أن مركبة الفضاء شينيتشو 14 الذي أكملوا جميع مهامهم المقررة سيعودون إلى الأرض اليوم بموقع هبوط دونغ فانجا وكان رواد الفضاء الثلاثة سلموا السيطرة على المحطة الفضائية تلتاقم شينيتشو 15 في أول تناوب بين تاقمين في المدار في تاريخ الفضاء الصيني وذلك بعد عمل استمر 183 يوما في الفضاء حيث تم إرسالهم إلى محطة الفضاء يونيو الماضي لإكمال مهمات متعددة خلال الأشهر الماضية احتفلت مدينة وبيت لحمة بالضفة الغربية المحتلة ببداية موسم الأعياد بإضاءة شجرة عيد الميلاد في ساحة المهدى وقد حضر الآلاف الحدث السنوي حيث شهدوا عرضا مبهرا للألعاب النارية وعرضا للميلاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر رفعت اندونيسيا إلى أعلى مستوى تحذيرا صدر بعد ثوران بركان سيميرو في جزيرة جاوة كما بدأت في إجلاء السكان الذين يعيشون بالقرب من البركان وأدى ثوران البركان إلى تصعد عمود من الرماد في الهواء لمسافة واحد ونصف كيلو متر الأمر الذي دفع السلطات إلى تحذير السكان من الاقتراب من منطقة الثوران من جانبها قالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إنها تراقب احتمالية حدوث موجات مدة سنامي بعد ثوران البركان يتوافد السائحون لإلقاء نظرة على الحمماء المتدفقة من بركان مونالوا في هواي أكبر بركان نشط في العالم والذي بدأ ثورانه هذا الأسبوع لأول مرة منذ عام 1984 وبعد إعلان وكالت إدارة الطوارئ في هواي أنه لا توجد مؤشرات على أن الحمماء البركانية ستهدد المناطق المأهولة بالسكان بدأ العشرات يتوافدون يوميا بالقرب من القمة وقالت السلطات إن تدفقات الحمماء البركانية من مونالوا بدأت تتباطأ وتنتشر ولا تزال على بعد أكثر من خمسة كيلو مترات من الطريق السريع قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إن ألمانيا ستبرم ويسمى بعقود حماية المناخ مع الشركات الصناعية العام المقبل لدعم الانتقال نحو الإنتاج الأنظف والتحول إلى الهايدروجين وأكد هابيك أنه يخطط لمنح الشركات العاملة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومنها الكيمويات والصلب ترتبات للحصول على دعم لمدة خمسة عشر عاما مشيرا إن أن الهدف هو تطوير صناعة خضراء بكفاءة إلى جانب سلاسل القيمة التي ستصبح قابلة للتسويق توفي الكاتبة الصحفي مفيد فوزي عن عمر ناهزة التاسعة والثمانين عاما وتقام الجنازة اليوم بكنيسة المرعشلي بالزمالك على أن يكون العزاء في قاعة الكنيسة غدا في السادسة مساء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ومن اخبارنا الرياضية اهلت هولندا الى دورة الثمانية بكاس العالم بعد فوزها على الولايات المتحدة بثلاثة اهداف لهدف احرز مهاجم برشلونة من فيس الديباي الهدف الاول لهولندا في الدقيقة العاشرة قبل ان يعزز داني بيلند النتيجة للمنتخب الاوروبي في الوقت بدل الضائع من الشوط الاول وقلص حج رايت الفارقة للولايات المتحدة في الدقيقة السادسة والسبعين لكن دينفريس عمق الفارق من جديد للهولنديين في الدقيقة الحادية والثمانين وقضى على امل الامريكيين للعودة الى المباراة فاز متخب الارجنتين على نظيره الاسترالي بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعت الفريقين في الدورة السادس عشر لبطولة كأس العالم سجل هدفي الارجنتين ليونيل ميسي في الدقيقة الخامسة والثلاثين وجوليان الفريز في الدقيقة السابعة والخمسين بينما سجل هدف استراليا الوحيد انزو فرناندز بالخطأ في مرموه في الدقيقة السابعة والسبعين هذا ومن المقرر ان يلتقي المنتخب الارجنتيني نظيره الهولندي في دورة الثمانية اشتركوا في القناة 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 وصلنا بحضرتكم الى ختام نشرة الاخبار واليكم اهم ما جاء فيها رئيس السيسي يقوم بزيارة تفقدية لمقر أكاديمية الشرطة ويحضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات الجدد روسيا تحذر من انتقال الصرع مع الغرب إلى الفضاء مع استمرار دعمه لأوكرانيا وتجاهل تحذيرات موسكو تحالف أوبيك بلس يبحث اليوم حصصاء الانتاج وسط تأثيرات وضع الغرب سقفا لأسعار النفط الروسي على الأسواق وللمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق اكسترا نيوز من خلال ابل ستور او جوجل بلي او من خلال الكيو ار كود الفظاهر على الشاشة امام حضراتكم شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى لقاء جديد ترجمة نانسي قنقر